تابع رئيس ماجلس الوزراء مصطفى مدبوليا عددا من ملفات العمل والمشروعات الجارية تنفيذها بوسطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واطلع مدبوليا على عرض تضمن مستجدات العمل لبعض المشروعات التي تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذها حاليا في مجالات بناء القدرات والتحول الرقمي وتعظيم قدرات الدولة في مجال شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية في عدد من المحافظات والتي وصل عددها إلى 26 مركزا